عقد وزير البترول وثروة المعدنية طارق الملة اجتماعاً مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثالة الدهبية وخلال الاجتماع تم استعراض الخطوات الفعلية في منطقة المثالة الدهبية والعروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة والمناطق التي تم تحديدها كمرحلة أولى لإقامة مجمعات صنعية عليها في منطقة المثالة الدهبية كما أكد الملة ضرورة العمل على تحديد الأولويات لمواكبة المتغيرات والأحداث العالمية المتلاحقة والتي أثرت بشكل مباشر على خريطة الاستثمار العالمية انخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% مع تحلي مستثمرين بالحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي للتحدي الأمريكي وبيانات الصناعات التحولية في الصين هذا الأسبوع وهو ما فقد أثيره دعم مستمد من التوتر في الشرق الأوسط كما تراجعت العقد الآجلة لخامي برينت بنسبة تقدر بـ 1.6 من 10% إلى 89.37 دولار للبرميل وتراجع خامغار بيتكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.2 من 10% إلى 84.20 دولار للبرميل وفي سوق المال أنهت الورصة المصرية وتعاملات جلسة اليوم بارتفاع جمعي المؤشرات مدفوعة بعملية شراء من المتعاملين العرب والأجنب فيما مالت عمولات المصريين للبيع وسط تدولات البلغات 5 مليارات جنيها وربح الرأس المال السوقية 23 مليار جنيها وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة تقدر بـ 1.51 من 100% يغلق عند مستوى 23435 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة تقدر بـ 29 من 100% يغلق عند مستوى 4421 نقطة كما صعيد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 38 من 100% يغلق عند مستوى 6663 نقطة أبهرت بيانات رسمية ألمانية تسجيل الاقتصاد الألماني إنكماشا طفيفا في الربع الثالث من العام المالي وذكر مكتب الأحصاء للتحدي أن ناتج المحلي الإجمالي ترجع بنسبة تقدر بـ 1 من 10% على أساس فصلي في ضوء عوامل معدلة ولا يزال أداء أكبر اقتصاد في أوروبا متأثيرا بضعف القوة الشرائية وارتفاع أسعار الفائدة وكانت استطلاعات للرأي توقع التسجيل إنكماشا للاقتصاد بنسبة تقدر بـ 3 من 10% أعلن البنك الدولي أنه يتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 90 دولارا البرميل في الربع الأخير من العام الجاري وأن يهبط متوسط إلى 81 دولارا خلال العام ككل مع تباطئ الطلب غير أنه حضر من أن يدفع تصعد الصراع في الشرق الأوسط الأسعار إلى ارتفاع كبير وأوضح البنك الدولي أن أسعار النفط لم ترتفع سوى 6% فقط منذ بدء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين فحين أن أسعار السلع الزراعية وأغلب المعادن وغيرها من السلع لم تتحرك إلا قليلا انتهت أخبار الاقتصاد والعودة لكم مرة أخرى هبا وإيمان شكرا لكم بيرنا